ترجمة نانسي قنقر نعم البرنامج ينطلق ضمن الشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومعهد الإدارة العامة بدورة خاصة لتدريب المدربين المشرفين على تنفيذ البرنامج لبناء وتنمية قدرات أعضاء لجان تكافؤ الفرص بمؤسسات القطاع العام وخلال الفعالية أوضحت سعادة الأستاذ هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بأن هذا البرنامج التدريبي الطموح الذي يأتي في سياق مخرجات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين والذي اعتمدته الحكومة الموقرة للأعوام 2019-2020 هو نتيجة لتعاون مثمر مع معهد الإدارة العامة حيث تم تصميمه ليكون بمثابة النواه الأولى لحقيبة تدريبية متكاملة تأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة للجان أو للجان تكافؤ الفرص منذ أن تم العمل بها في العام 2014 ومن المؤمل لهذا البرنامج المتكامل أن تمتد مظلته ليشمل مؤسسات القطاع الخاص إلى جانب مؤسسات المجتمع البدنية من جانبها أكدت سعادة الدكتورة الشيخ رانا بنت عيسى بن دعي جهال خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الرؤية الشاملة لجلالة الملك المعظم والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والجهود الوطنية الدؤوبة لصاحبة السمو البلكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ساهمت في نهوض المرأة البحرينية ومكنتها من إطلاق كامل قدراتها وتفعيل مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة مضيفة أن معهد الإدارة العامة يسعى من خلال شركته الاستراتيجية مع المجلس الأعلى للمرأة في إعداد وتصميم برنامج توازن إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤى المجلس في إدماج المرأة البحرينية في كافة المجالات التنموية وتحقيق التوازن بين الجنسين إلى ذلك أشارت سيدة جوزفين موس مستشارة المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية أشارت إلى أن برنامج توازن يعتبر أنموذجا يحتذى به في مجال تنفيذ مبادرات وبرامج وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين اليوم كنا في اجتماع متعلق ببرنامج توازن هو البرنامج الأول والنوعي من النوع في مملكة البحرين هو شراكة بين المجلس الأعلى للمرأة ومعها الإدارة العامة البرنامج هذا يهدف إلى تدريب أعضاء اللجان لجان تكاؤف وفرس الموجودة في القطاع العام اللجان موجودة لها قرارات مشكلة هذه اللجان ما أخذ دورها من فترة لكن المجلس ارتأى أن هذه اللجان محتاجة إلى نوع من التدريب ونوع من التطوير طبعا لجاء المجلس إلى المعهد كون المعهد بيت خبرة في مجال التدريب والمجلس أيضا هو صاحب اختصاص وما تعلق بالمرأة عسنا ننقل هذه المعرفة والخبرة اللي موجودة عند المجلس إلى الوزارات طبعا هاي عشان ننقلها ننقلها من خلال برنامج تدريبي فالبرنامج على مرحلتين مرحلة الأولى حنا سميناها تدريب مدربين فأخذينا مجموعة من الأشخاص اخترناهم من المجلس من القطاع العام ناس عندهم خنقول الكرزمة التدريبية اليوم اجتمعنا بخصوص برنامج توازن وهو برنامج رائد فعلا في موضوع تكافر فرص بين الجنسين هاي البرنامج ان شاء الله راح يساعد أكثر يساعد الوزارات كلها أنها تكتسر نفس نوع من الخبرات وتطبق هذه المبادئ والأساسيات اللي احنا ناخذها في علاعة تقنية أثناء عملنا الحكومي بإذن الله شاركت اليوم في جلسة توازن بالنسبة إلى برنامج بناء وتنمية قدرات لجن تكافر الفرص كانت مشاركة جدا فعالة تعرفنا على هذا البرنامج اللي راح ينطلق قريبا وعلى أهدافه وان شاء الله يكون له ثمرة راح تساعد في بناء قدرات لجن تكافر الفرص وتطويرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر